نقطة ضعف الأطفال ببيروت حسنا هذا الحفل كان كثير مميز من أهم الحفلات اللي صارت بلبنان كنت تتوقع بيزول هالأوضاع اللي مش هدا لبنان يكون هيك النتائج تبع الحفل بصراحة يعني أول ما صار الانفجارات مؤخرا واتضيقنا كلنا وكنت عم باخد قراري أنه نلغي أو نأجل أو شي وبعدين لأنه بالنهاية حيث بدأ تمشي وبدأ تكمل ونحن ما شاء الله بلد عايش وكان عايش وبعده عايش بهالأوضاع السيئة يعني بقى الحمد لله أنه توفقنا بالحفلة والناس كانت مبسوطة ومتل واحد هيك عم بيشيل عنه طاب الحزن توني ممثل أنا كتير بحب تمثيله واسم كبير وديه المشاهير يعني هو اللي لفت لانتباهي أكتر أنه عنده صوت حلو وشاركنا بعض بمين حبيبي أنا وكان موجود معي بالبيال عم يحضر الحفلة وحبيت أنه شاركنا من حبيبي أنا وهلأ هون نفس الشي هو بالجمعية أصلاً سمعنيك قلت أنه أنت بتحب تلتق السيدة فيروز بحال بيوم الأيام التأيتية وطلبت منك ترجع تحييل الأغاني طبعه معقولة قبليه أحييل الأغاني جمال أنه أنا بحس أنه صوت فيروز مفروض ما حدا يغنيله وبعرف لا يمكن أنا هيك بحس لأنه صوتها صوت ملائكة صوت ما بيشبه شيء ما بيشبه إلا الإحساس كل شخص بقى يعني أنا وقت غنيت وطني كنت تحييل إليه وتحييل بلدي لأنه أنا بعد فيروز هي شمس اللي بتشرق علينا كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر